فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يعيش الناس في هذه الحياة الدنيا وهو عصر الطغيان المادي والإيمان بالمحسوسات ويتناسون قول الله سبحانه وتعالى اغترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فإن من مات فقد قامت قيامته فإن الله سبحانه وتعالى يعيد الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الثانية كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس في أرض المعشر فيكون الناس حفاتا عراتا قر لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقر لا أي غير مختونين أي يكون الناس على هيئاتهم كما ولدتهم أمهاتهم فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ينظر الرجال إلى النساء الناس حفات عرات الرجال ينظرون إلى النساء قال يا عائشة فإن الأمر أعظم من ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وكما قال الله سبحانه وتعالى وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فإن الناس يكونون في أرض المعشر فتدنوا منهم الشمس مقدار ميل ويقف الناس خمسون ألف سنة ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون العرق إلى ربتيه ومنهم من يكون العرق إلى حزويه ومنهم من يلجمه العرق لجامع وكل بقدر عمله في هذه الحياة الدنيا ومنهم من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بعد هذا الموقف العظيم يحتاج الناس إلى من يشفع لهم حتى يبدأ الحساب فإن كل هذا قبل الحساب فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون في مزاك؟ قالوا في مزاك قال إن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة ويقفون في أرض المعشر وتدنوا منهم الشمس مقدار ميل فيصيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقولون نذهب إلى من يشفع لنا حتى يبدأ الحساب فيقول بعضهم لبعض نذهب إلى آدم فيذهبون إلى آدم فيقولون له أنت أبو البشر وقد خلقك الله سبحانه وتعالى بيديه ونفق فيك من روحه فنفق فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك فيقول لهم إن ربي قد قضب اليوم قضبا لم يقضب قبله مثله ولم يقضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح فيقول لهم مثل ما قال آدم إن ربي قد قضب اليوم قضبا لم يقضب قبله مثله ولم يقضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لهم اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم اذهبوا إلى غيري ويقول لهم مثل ما قال آدم إن ربي قد قضب اليوم قضبا ويذهبون بعد ذلك إلى موسى فيقول لهم مثل ما قال آدم ويذهبون إلى عيسى ويقول لهم اذهبوا إلى محمد فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيركع تحت العرش فيفتح له من المحامد وحسن الثنايا ما لم يفتح لأحد قبله فيقول له الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك يبدأ الحساب وبعد ما يبدأ الحساب فإن الله سبحانه وتعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق أجمعين وتضع الموازين كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مذقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مذقال ذرة شرا يرى فإن الله سبحانه وتعالى يجازي كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وفي عرصات القيامة يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحوض المورود وهو الحوض الذي يصب فيه ميذابان من نهر الكوثر وهو نهر النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنهاك هو الأبتر فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أبيض من العسل ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وفيه ميذابان يصبان عليه من نهر الكوثر ويذب عنه أهل البدع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي وكيف عرف أن هؤلاء هم أمته أنهم محجَّلين من آثار الوضوء أي أنهم كانوا يتوضَّونا ويُصَلَّونا ويُصَلُّون ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فتطردهم الملائكة فتقول لهم ما تدري ما أحدثوا بعدك وما تدري ما بدلوا بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سُحقًا سُحقًا وهذا دليلٌ على الذين يقعون في البدع وفي الخُرافات ولا يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتهون عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الدين قد اكتمل فلا أحد يأتي ببدعة من البدع أو يُضيف شيئًا ما لم يشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمد يُضيف رسالة كما قال الإمام مالك رحمه الله فإن الدين قد اكتمل فلا أحد يأتي ويقول أن هناك نوبات وحوليات وموالد وغير ذلك من البدع التي يقع فيها كثيرٌ من الناس اليوم وبعد ذلك يذهب الناس إلى الصراط والصراط مضروبٌ على متن يهنم يمرُّ فيه الخلائق وأجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَغْضِيًّا فإنَّ كُلَّ الخلائق يأتون ويمرُّون على الصراط فإن الصراط أدقُّ من الشعر وأحدُّ من السيف فيمرُّ فيه الخلائق على قدر أعمالهم منهم من يمرُّ كلمح البصر ومنهم من يمرُّ كالريح ومنهم من يمرُّ كالجواد السريع ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يسحبُ زحفا ومنهم من تخطفُه الكلابيب وهذا لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن تخطفُه الكلابيب وهذا لعُصاط المؤمنين فإن الكافرين لا يمرُّون بالصراط فيساقُون إلى جهنَّم مواشرةً فإن المؤمنون يمرُّون على الصراط منهم من يتعدَّ الصراط وهذا قد نجَى ومنهم من تخطفُه الكلابيب وهذا يُلقى في جهنَّم ويُخرج إذا كان من المُوَحِّدين الذين لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا بعد أن يذهبوا من الصراط يذهبون إلى القنطرة وهي جسرٌ صغير بين الجنَّة والنار يُقْتَصُّ فيه بين الناس ويُقْتَصُّ فيه بين الخلائق حتى يذهب الناس إلى الجنَّة ليس في قلوبهم حِقد ولا بُغْد ولا شيءٌ في صُدورهم كما قال تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ قِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرٍّ مُتَقَابِلِينَ فتأتي الشفاعة الثانية وهي خاصةٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لأهل الجنَّة أن يدخلوها وأول من يقرع باب الجنَّة هو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ويذهب بأهل الجنَّة إلى الجنَّة ويدخلون أهل الجنَّة إلى الجنَّة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله ثم بعد ذلك تبدأ بقية الشفاعات فهناك شفاعة من تُرفع درجاتهم في الجنَّة فيشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء وبقية الصالحون وغير ذلك فإن الشفاعة هي التوسُّط للغير لجلب منفع أو دفع مضرَّة والشفاعة والشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعةٌ باطلة وهي ما يتمسَّك به المُشركون ويتمسَّك به من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرُّهم ولا ينفعُهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله فبعض الناس يعبدون غير الله ويدعون غير الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعُّ مع الله إلهاً آخرًا لا بُرهان له به أي لا دليل له فإنما حسابُه عند ربِّه إنه لا يُفلِحُ الكافِرون وقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم كافِرون أي الذين يدعون غير الله قول لك شيخ فلان بنفعنا شيخ فلان بسوُّلين يدعون المشايخ من دون الله سبحانه وتعالى ويقولون هؤلاء هم الصالحون وهؤلاء هم الذين يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى وهذا من الشِرْكُ بالله لأن من عَلَّغَ تَمِيبَةًا فَغَدْ عِجَابًا فَغَدْ أَشْرَكَ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عَلَّغَ تَمِيمٌ فَغَدْ أَشْرَكَ ومن عَلَّغَ تَمِيمٌ فَغَدْ أَشْرَكَ ومن استغاثة تكون لله والدعاء يكون لله والذبح يكون لله والنذر يكون لله فمن صرف نوعًا من العبادات لغير الله فقد وغع في الشِرْك بالله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يُشرك به إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قال تعالى وَمَنْ يُشِرِكْ بِاللَّهِ فَغَدْ ضَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا فمن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو أن غير الله لديه البركة فيسهب إليه ويقول الدين البركة أو غير ذلك فقد وغع في الشِرْك بالله ومن ذهب إلى القبور والأضرحة يتمسح بها ويتبرك بأصحابها فقد وغع في الشِرْك بالله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى إنه من يُشِرِك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فإن على العبد أن تكون عقيدته في الله سبحانه وتعالى حتى يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يحظى بالشفاعة يوم القيامة فإن المُشِرِك لا شفاعة له كما قال تعالى وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فهؤولَي هم المُشِرِكُون لا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فإن الشفاعة الصحيحة هي التي تكون بشروط وهي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع ثانياً أن يرضى عن المشفوع له وثالثاً أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِعَنِّي شَفَاعَتُهُمْ إِلَّا لِمَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا لِمَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى فهذا هو الدليل على هذه الثلاثة شفاعات فهناك شفاعةٌ أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعتُه لهم أبي طالب لأن أبي طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فدخل النار فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخرجه من قاعٍ من النار إلى ضحضاحٍ منها فإنه توضع له في أخمُس قدمه جمرةً يغلي منها دماغُه وهذه هي أخفُّ وهذا هو أخفُّ أهل النار عذابًا وهو أبي طالب وبعد ذلك تأتي الشفاعة للذين استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها وللذين دخلوها أن يخرجوا منها فهذه هي أيضًا من أنواع الشفاعات وبعد ذلك يشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع الملائكة ويشفع الرجل في أهل بيته ويشفع الرجل في جيرانه ويشفع الأطفال وغير ذلك من الشفاعات ولم تبقى إلا شفاعة الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين فيقول هؤلاء جميعًا شفعوا وأنا أرحم الراحمين فيقبضوا من النار قبضة فيخرجوا منها من لم يعملوا خيرًا قط ولم تبقى في قلوبهم مذ قال ذرةٍ من إيمان فيخرجون وقد أصبحوا حِمَما أي أصبحوا متفحِّمين فيدخلون في نهرٍ يُسمَّى نهر الحياة فينبِتون كما تنبُتُوا الحِبَّة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيُدخلون الجنَّة فيُسمَّى هؤلاء هم الجهنميون أي الذين دخلوا النار وخرجوا منها وهذا فيه دليلٌ على أن من وحَّض الله سبحانه وتعالى لم يُخلَّت في النار مهما عملتَ من الأعمال السيَّة وعملتَ من الذنوب ومن المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يغفرُ لك إذا كنت موحِّدًا بالله سبحانه وتعالى وعقيدتك في الله سبحانه وتعالى فإنك لا تُخلَّدُ في النار ولكن لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يُدخِله النار فيدخُلُ النار ويخرُجُ منها ومنهم من لا يدخلُ الله سبحانه وتعالى النار وهذا بمشيئته سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم لا تدع لنا في مغامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّجته ولا دينا إلا غضيته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجةً من حوائي الدنيا لك لنا رضًا ولنا فيها صلاح إلا أن تنع على قضائها برحمتك يا رحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين